أسعد الله و أقاتكم إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا عبر قناة أونسة جيجي قناة الوصفات الطبيعية المجربة وتعليم الحلاقة والتجميل فيديو اليوم سيكون عن منتج وهو غسول للبشرة الدهنية والمختلطة يقضي على الحبوب يبيض البشرة وينقيها سوبر بيان يعني الناس اللي عندهم هذه المشكلة إنه البشرة تحم تخرج حبوب في وقت الدورة والعندهم الجسم تحم أيضا كور تحم في حبوب فهذا رائع جدا راح نقول رأيي الشخصي بكل مصدقية لإنه هذا المنتج عجبني بزيف فيه موصفات عالمية أول حاجة لا يحتوي على المنتجات عفوا المكونات الضارة كما البرابين راحو سونت بغابا ثانيا اللي هو كميته كبيرة يعني تقدر تغسلي به وجهك وجسمك إذا كان عندك حبوب في المؤخرة في الظهر وفي الفخيضين كما تعرفوا أحيانا كان بنات يخرج على الحب في الظهر فهذا غسول هايل وثالثا الحجم بتاعه كبير والسعر بتاعه مناسب لهو 35 فقط فإن كنتم مهتمين يعني بغسول للبشرة الدهنية والمختلطة عليكم بهذا الغسول لطيفة على البشرة ما يخليها تتقشر لأنه أنا كنت قبلا عني من أنه بشرتي مختلطة ساعة نقص الوجهي بصابون الطرف فهي صح ينقي ولكن يخليلي قشور على الأماكن اللي تكون جافة هذا هايل ريحته روعة لو انتعه جاي من داخل أزرق شفاف ولطيفة على البشرة وما فيش رغوة هكا كثيفة يعني يرغون مليح وينقي مليح لكن مش الرغوة الكثيفة اللي تخلي لكم جافة كان حاجة أخرى ديما يا لبنات كيتقروا على أي منتج يكون غسول للوجه وتلقوا فيه أكني كنترول معناها إنه يتحكم بالحبوب معناها هذا رحي نشوفيكم الحبوب فبالتالي بعد ما تغسلوا وجهكم مباشرة أترتبوا إذا كنتم تخرجوا يعني في النهار عندكم جيل أوليفيرا لكن في الليل تقدروا تديروا الغليسيرين الطبي يتباع في الصيدلية بخمصة شنال فقط ترخيص جدا خلطوه مع زيت اللوز الحلو تكون كمية اللوز الحلو زيت اللوز الحلو عفوا أكبر منه هو لإنه جايها كثقيل ويتلصق ويتديروه وترقدو هذا رح يرطب لكم البشرة بعمق أثاني حاجة وشي هي اللي هي الوقت اللي تكونوا فيه إنهم تغسلوا في وجهكم ديما حطوا واقي شمس كيتخرجوا وتهلوا في رواحكم لإنه الحبوب كما تعرفوا هي صح تروح ولكن تخلينا الأثار وغيرها وأغسلوا به مرتين في اليوم إذا كانت بشرتكم مزيتة بزيف وإذا كانت بشرتكم ما هيش مزيتة بزيف فمن الأحسن إنكم تغسلوا به غير صباح كيتنوضوا ولا في الليل أنتم مخاهروا توقيت معين وكيما تشوفوا هنا الحجم بتاعه كبير فبالتالي تستعملوه كجيل دوش الناس اللي قلت لكم عندها حبوب في الجسم وكذا تقدروا تديروا تغسلوا جسمكم عادي ثم الغسلة الأخيرة حكوا بهو رح يقضي لكم على هذه البشرة اللي تكون مدهنة ويكون فيها الحبوب وفيها الحرشية يرطب بطريقة رائعة جداً إذا اللي بنت عجبني هذا المنتج حبيت نفيدكم به كنت جربتوه ولا تعرفوا خلوا لي تعليقاتكم رح نعود لكم المنتج كبير 35 ألف ما فيش الباغابان ما يجففش البشرة لكن مع هذا لأنه هناك بشرات قابلة للجفاف كيف أنا عندي بشرة مختلطة الجواني بيكون نغسلها مليح مليح بالصوابين وهذه الأشياء الجف فمن الأحسن تغسلوا وترطبوا الغسول يسوي ترطيب يسوي بشرة لامعة وهذا هو السر أحياني قلتك سر الكوريات ومش نعرفاش أهم حاجة في الأسرار بتاع البشرة واللي هي الترطيب إذا البنات وتلقاها في كامل لي كوسميتيك وكتبين لكم فيه يعني الموتع وعليش هو هذا الغسول مليح لأنه كي تقلبوا وتقلوا المكونات تلقوا فيه الجليسيرين وذي حاجة تهبل مليحة إنه ديرين فيه الجليسيرين وفيه زيت الخروع معناها إنه يقضي لك على هك الحبوب وفي نفس الوقت يبيض كان حاجة بشو نقولها لكم إنه زيت الخروع تكيتا يقوه في أي منتج غسول في صابون في كرام معناها إنه راح يبيض لك بالوجه زيت الخروع يديروه دائما في الغسولات هذه لأنه ديما الحبك تروح تخلي الأثر فبالتالي إنتي راح تغسلي وتنقي وفي نفس الوقت تبيضي المكان فحكينت هذا هو رأي الشخصي فيه ولا ما هو إعلان ولا شي أنا يعني نحب نفيدكم كما أنا نستفاد إذا جربتم خلوا لي رأيكم متهلوف راحكم وسلام عليكم